أصعد الله أوقاتكم فشل مجلس الأمن اليوم في تمديد قرار حضر الأسلحة المفروض على إيران يشكل خيبة أمل كبيرة لنا ولمحبي السلام ولكل المتضررين والمحترقين بسلاح النظام الإيراني هذا الفشل يعني قتل المزيد من السوريين واستمرار تهديد النظام الإيراني لأمن واستقرار المنطقة والعالم النظام الإيراني عبر ميليشياته يحاول التغلغل في الجنوب السوري وبث الفتن بين أهلنا هناك وقد عقدت لجنة الجنوب في الاتلاف الوطني اجتماعا بهذا الخصوص أشادت فيه بوعي أهالي درعة والسويداء والقنيترة في إدراك مرامي هذه المحاولات البائسة وحذرت منها وفي سبيل طرد هذه الميليشيات الإرهابية والطائفية وجه رئيس الاتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي طلب فيها سحب كافة الميليشيات العراقية من سوريا التي تمثل ورقة بيد النظام الإيراني لتهديد أمن المنطقة وتمزيق نسيجها الاجتماعي ليس بعيدا تفجير مرفأ بيروت هذا الحدث الفضيع الذي أحزن الجميع بما خلفه من خراب وموت وقد أرسلنا تعزية للشعب اللبناني الشقيق في رسالة للخارجية اللبنانية وطالبنا العالم بتوجيه الدعم العاجل لإغاثة المتضررين ونذكر بأن الكثير من ضحايا هذا التفجير الفضيع كانوا من السوريين ونعتقد أن راحة الشعبين وشرط الحياة الحقيقية لهما هو في زوال ذيول إيران من البلدين فيما يخص عمل الحكومة المؤقتة عقد الائتلاف عدة اجتماعات مع الحكومة المؤقتة وكوادرها وأكد على ضرورة تفعيل جميع المؤسسات والوزارات وتثبيت وجودها ودورها في خدمة المواطن وضمن الخدمات الجديدة التي قدمتها الحكومة المؤقتة في الأسبوعين الماضيين أطلقت وزارة الصحة عيادتين متنقلتين في الشمال السوري المحرر تغطيان كلا من منطقتين عفرين وجرابلوس مرورا بريف عزاز وقد استقبلت العيادتين في النصف الأول من شهر تموز 657 مريض كما شغلت المؤسسة العامة لإكثار البدار وحدة التبريد لحظ الخضار والفواكه في مدينة مارع بريف حلب لاستقبال المنتجات الزراعية بأسعار منخفضة كدعم للمزارعين والمساهمة في عملية ضبط الأسواق في حين أطلقت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش السوري الوطني دورة حقوقية شارك فيها مئة متدرب بهدف رفع الوعي الحقوقي بالقانون الدولي الإنساني إن تواصل الائتلاف مستمر بهدف دوام تدفق المساعدات الإنسانية للشمال السوري دون انقطاع عبر أجهزة الائتلاف في الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم والمؤسسات التابعة ذات الصلة لكن يبقى التحدي الأكبر الذي يواجهنا الآن هو أزمة كورونا وتزايد أعداد الإصابات وبناء على ذلك وزارة الصحة وضمن ما يتوفر لديها من إمكانات تقوم بجهد جبار ولكن نحن بأمس الحاجة لدعم دولي كبير من أجل احتواء الجائحة وحماية أهلنا ونناشد أهلنا بوجوب اتباع الإجراءات والتوصيات التي تصدرها وزارة الصحة في الشمال المحرر وبنفس الوقت نبدي قلقنا الشديد على أهلنا في بقية المناطق السورية لأسيما الواقعة تحت سيطات النظام حيث التفشي الكبير لفيروس كورونا مقابل خدمات صحية في الحضيض نؤكد في كل لقاء أو تواصل دولي بضرورة تحرك دولي عاجل لإطلاق صراح المعتقلين من سجون النظام ونحذر من لجوئه للانتقام من المعتقلين وتصفيتهم بحجة تفشي الفيروس بينهم أيضا نراقب وبحذر التطورات العسكرية جنوب إدلب وفي ريفي حما واللادقية فبالرغم من وجود اتفاق وقت اطلاق النار في شمال غرب سوريا إلا أن النظام والميليشيات الإيرانية لم يتوقفوا عن الخروقات وقصف المدنيين وإسقاط المزيد من الشهداء والمصابين فضلا عن دفعات النزوح المتجددة بين وقت وآخر وحسب ما يردنا من تقارير عن حشود عسكرية جديدة في المنطقة فإننا نحذر من جرائم مرتقبة قد يقدم عليها هذا النظام المجرم ورعاته وما قد ينجم عنها من مآس وأزمات جديدة وحول التطورات المتلاحقة والخطيرة في ريف دير الزور وعموم شرق الفرات لسيما في الأسبوعين الماضيين حيث تستمر ميليشيات بيدي الإرهابية بارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات والجرائم بدءا من حرق المحاصيل وفرض إديولوجيات ومناهج مؤدلجة وغريبة مرورا بتجنيد الأطفال وحملات الاعتقال التعسفي وصولا إلى جرائم التغيير الديمغرافي والاغتيال والقتل تحت التعذيب إلى محاولاتها الفاشلة في شرعنة السطو على أملاك الغائبين أبرز ما حصل مؤخرا بالإضافة إلى اغتيال بعض شيخ العشائر في دير الزور وشم حملات اعتقال ضد الشباب الرافضين للتجنيد كان في الانتفاضة الشعبية في وجه هذه العصابات لتقول بأن كيل القمع والاضطهاد قد فاض ولا بد من حل وهذا ما دعا لإتلاف الوطن السوري لتوجيه العديد من الرسائل الدبلوماسية إلى الحلفاء والأصدقاء والمنظمات الدولية لتفادي تفجير الأوضاع شرق الفرات الذي تقود إليه هذه الميليشيات الشوفينية الانفصالية التي تدار من جبال قنديل فليست إلا واجهة لتنظيم أجنبي هو بي كي كي الإرهابي طلبنا من التحالف الدولي والولايات المتحدة على الخصوص برفع الغطاء عن هذه الميليشيات وطردها من المنطقة لتدار من قبل سكانها عبر المجالس المحلية المنتخبة والتي يشرف عليها الائتلاف الوطن السوري كونه الممثل الشرعي للشعب السوري أيضا استنكرنا بشدة قيام بعض الشركات بعمل اتفاق مع هذه الميليشيا لاستخراج النفط واعتبرنا أن هذا تمويلا لجهة إرهابية ووجهنا رسالة إلى نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخارجية بخصوص بطلان هذه الاتفاقات ووجوب إعادة النظر فيها ونعمل الآن على إرسال شكوى واحتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة إن ممارسات هذه الميليشيا الانفصالية تنتهك جميع قيم الحرية والعدالة والديمقراطية بشكل ممنهج وتشكل خطر على وحدة سوريا وسيادتها ولا تختلف بنيتها وممارساتها عن حزب البعث وأفرع الأسد الأمنية وهي تمارس القمع ضد كل مكونات المنطقة لا فرق عندها بين عربي وكردي وأشوريا أو بين مسلم ومسيحيا وأزيدي بخصوص أيضا نشاطات الاتلاف واجتماعاته مع الأحزاب وضمن سعي الاتلاف الوطني إلى تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق مع كافة المكونات والهيئات وشخصيات المنضوية ضمن الهيئة العامة للاتلاف وغيرها من التشكيلات السياسية والاجتماعية وبهدف الحوار الوطني وتعميق الرؤى المشتركة فخلال الأسبوعين الماضيين اجتمعنا مع عدد من قيادات الأحزاب والتيارات والحركات السياسية دارت هذه الاجتماعات واللقاءات حول أهمية وحدة قوى الثورة السورية ودور مكونات الاتلاف الوطني في تعزيز عمله وتواصله مع الشعب السوري وتعزيز عمله في المناطق المحررة ورفضه بالكفاءات والكوادر الشابة وتنشيط الحياة السياسية وتطوير علاقاته مع المحيط الإقليمي والدولي بما يخدم ثورة وقضية الشعب السوري كما عين الاتلاف الوطني عددا من الممثلين الدبلوماسيين له في عددا من العواصم المؤثرة في العالم معظمهم من الدبلوماسيين المشقين ونعمل اليوم في الاتلاف على تطوير الرؤية السياسية الوطنية ونسعى في هذا الصدد إلى عقد لقاء تشاوري يضم الكثير من الشخصيات الوطنية والتشكيلات السياسية والثورية على الصعيد الدولي أطلق الاتلاف الوطني السوري برنامجا جديدا في تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية يتضمن العديد من الزيارات والاتصالات والرسائل مع بعض أصدقاء أو مع أصدقاء وأشقاء الشعب السوري بهدف دعم الثورة السورية وحقوق الشعب السوري وقد التقى وفد من الاتلاف برئاسة الدكتور نصر الحريري مع مسؤولين في الخارجية التركية ونقش معهم أهم الملفات الخاصة بسوريا على الصعيد الداخلي في المناطق المحررة وعلى الصعيد العملية السياسية وبحث معهم سبل مزيد من الدعم لهذه الملفات لا سيما في ملف الخدمات والحكومة المؤقتة في شمال سوريا وحول مجريات أيضا العملية السياسية لدينا جلسة جديدة للجنة الدستورية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري نؤكد دعم الاتلاف الوطني لعمل هيئة التفاوض واللجنة الدستورية للخروج بنتائج ملموسة وخاصة في المضامين الدستورية وليس فقط في النقاط الإجرائية ونسعى لحجد دعم دولي كي تكون الجولة مثمرة ولسد الطريق على نظام الأسد الذي يسعى جاهدا من خلال التصعيد العسكري إلى تعطيل أي خطوة من شأنها تحقيق أي تقدم في العملية السياسية ترجمة نانسي قنقر